افتتحت وحدة تجهيز واستخلاص النباتات الطبية والعطرية بمزرعة كلية الزراعة في جامعة أسيوت وتقوم الوحدة بدور خدمي متميز من خلال فتح أبوابها للمزارعين لعصر بزور مزارعهم داخلها والاستفادة منها وزيادة قيمتها المضافة بهدف الارتقاء بالثروة الزراعية والحيوانية وتطوير الصناعات القائمة عليها جاءت خطوة إنشاء أول وحدة من نوعيها على مستوى الجامعات المصرية لتجهيز واستخلاص النباتات الطبية والعطرية بجامعة أسيوت احنا متواجدين دلوقتي في واحد استخلاص وتجهيز النباتات الطبية والعطرية الوحدة المميزة والفريدة ما بين كل جامعات مصر بتواجد في كلية الزراعة جامعة أسيوت بتهتم وتخطص طبعا باستخلاص الزيوت السابتة من مجموعة من المحاصيل حوالي سبع محاصيل بتشمل الججوبة وجوز الهند والجرجير وحبة البركة والسمسم والكتان الوحدة التي جرى تجهيزها بمزرعة كلية الزراعة بجامعة أسيوت تخدم العملية التعليمية بالكلية من خلال تدريب الطلاب على استخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة في استخلاص الزيوت طبعا الوحدة بتهدف لي خدمة قطاع التعليم والطلاب من حيث تدريب الطلاب ورفع كفائتهم وتأهلهم لسوق العمل كمان الوحدة بتهدف لي إجراء الأبحاث والتجارب الخاصة بتجهيز واستخلاص النباتات الطبية والعطرية بالإضافة لأن منتجات الوحدة بتستخدم بخدمة المجتمع الجامعي ومجتمع أسيوت أن نسوق لهم ونجهز لهم زيوت نقية بجودة عالية الوحدة هنا متخصصة في إنتاج زيوت الطبية والعطرية والهدف منها هو التعليم زائد بس المجتمع المحيط بالفوائد الخاصة بالزيوت الوحدة تقوم أيضا بدور خدمي متميز في المحافظة حيث تقوم بفتح أبوابها للمزارعين العصر بذور مزارعهم والاستفادة منها وزيادة قيمتها المضافة وقد تم بالفعل طرح منتجات الوحدة في عدد من منافذ البيع بالجامعة بأسعار مخفضة لخدمة الأفراد داخل الجامعة وخارجها